يلا بينا في الشتاء وفي السقعة دي نمجل البيت خير ونعمل شوية قرس كده طرية حلوة وجميلة جدا هنعمل حبة بالعجوة وحبة سادة وفي شوية معلومات مهمة قوي عشان تعرفي القرس الطرية دي تطلع معاك مزبوطة اولا العجينة لازم تكون في ايدك طرية جدا وشبهم لزقة يعني مش طرية قوي سايلة لانا بقول شبهم لزقة وما تبقاش نشفة طبعا العجينة كلها ما كانت طرية في ايدك كلها ما تطلع من الفرن القرس طرية والمخبوزات اللي بتعمليها طرية وجميلة جدا جدا في حاجة كمان ممكن تعملي العجينة دي بتحط عليها سمنة روابي او سمنة بلدي او زبدة زي ما انت عاوزة اهم حاجة هي كل مكوناتها هكتبها لكم في صندوق الوصف تبقى عبارة عندي ايه وسمنة او زبدة وشوية قشطة مع اللبن لحد ما تتعجن في ايدك وتحس ان هي ايه العجينة لينة جدا جدا اهم حاجة ان هي تتعجن يمكن عشر دقايق او سبع دقايق لحد ما تنعم خالص العجينة في ايدك المخبوزات اولا عشان تبقى طرية لازم تحمي الفرن كويس قوي قوي وبقى الفرن سخن جدا وبعد كده ادخلي المخبوزات بتقعد بالزبط عشر دقايق لو زودت دقيقة او دقيقتين اعراها هيتحرق وتبقى مش حلوة وتنشف منك هي عشر دقايق بالزبط خدت اللون من تحت لو ما كانتش خدت اللون من فوق اخليها تاخد اللون من فوق في الشوية ثواني وطلعها لازم احطها في حلة واقفل عليها بكيس نيلون وفوطة عشان تفضل طرية اول ما تبرد خالص يقسمها في كياس وشيلها في الفريزر او الولاد ياكلوا منها زي ما انتوا عايزين انا حشية حبة بالعجوة مش هتتخيلوا العجينة دي طعمها بالعجوة خطيرة ممكن بالعجوة او الملبن طبعا القرس المحشية محشيها وببططها زي الشكل القرس العادية خالص وبسيبها على جنب لحد ما تخمر وبعد كده بسويها القرس بقى السادة لها طريقة تانية ان انا بعد ما بعملها كور مش ببططها بعملها كور واسبها في الساج تخمر ربع ساعة ولا حاجة وبعد كده ببططها على شكل قرسة واسبها تخمر تاني وبعد كده بسويها في الفرن برضو ما بتاخدش العشر دقايق بالزبط على فرن حامي جدا جدا درجة مية وتمانين او مية وستين يعني ما تزوديش عن كده يعني ما بتعودش كتير في الفرن برضو اول ما بتلعها لازم احطها في حلة مقفولة عليها بالغطى وبفوطة او كيس نيلون لحد ما تبرد خالص وهي مقفولة عليها عشان تفضل طرية ومحكمة اه طبعا اي ساملة تستعملوها روابي الهانم الزبدة زي ما انتو عايزين اه وهتطلع معاكم بنفس الشكل والطعم الجميل اعمل حاجة ما تكسلوش وجربوها وهتعجبكوا قوي 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 اه نص العجينة التانية اهو انا بعملها سادة زي ما انتو شايفين انا هعملها كور وحطها في الصاج واسبها كور زي ماية مش ببطتها خالص بعد ربع سيئة ما تخمر ابطتها واسبها تخمر مرة تانية وبعد كده بسويها في الفرن انا بغطيها بجس نيلون طبعا عشان تبدل طرية ما تنشافش وشها لحد ما تخمر طبعا انتو شفتو لما طلعت من الفرن كان شكلها ايه وطرية ازاي بس لازم اول ما تطلع من الفرن تتشال على طول في حاجة محكمة ومقفولة انها لو سبتوها تبرد خالص وهي برة كده حفنشف وتبقى مش حلوة طريقة تخزينها برضو زي ما قلتلكم بتشلوها في كياس في الفريزر وتطلعوا منها على قد ما انتو عايزين تسخنوها في المايكرويف او تسيبوها تفك لوحدها في الفرن زي ما انتو عايزين تطلع كأنكو لسه مطلعين عمل فرن بالزبط مع كوبينة شاي بقى كده طحفة ولا قرصة بجبنة كده سادة الفة هنا عليكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وكماني عشان عارف رأيكم في فيديوهاتي وحلوياتي وتابعوا كل وصفاتي والفة هنا عليكم وشوفوا بقى الجمال والحلاوة وتمتعوا بكل مكبوزاتي لازم تجربوا حالات الحلوة دي تجنن تجنن والريحة خطيرة العجوة دي كمان انا حطى فيها حاجة حلوة قوي تحنت العجوة في الخلاط ومعها شوية لوز او بندق بتجي طعم خطير للعجوة وهي في القرص الفة هنا عليكم اشتركوا في القناة